هذا ولما تكد تمضي ساعة بل دقائق على اتصال أميري قطر بوليغ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة للسعود حتى نشرت وكلة الأنباء القطرية خبرا محرفا هذا التقلب القطري لا يعتبر مفاجئا للمتابعين للأزمة القطرية والسياسة قطر في المنطقة منذ أكثر من عقدين وتستمر قطر في تخبطها على نحو يثير الجدل والريبة بالشكل الذي يحبط ويربك الشعب القطري الذي يجهل مستقبل بلاده قطر تسير إلى المجهول ولا زالت تغامر بمصلحة شعبها الخليجي العربي ولم تدع القيادة القطرية مجالا للحكمة نظرا لافتقارها لأبسط مفاهيم الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية تقلب قطري جديد وليس بجديد أثار استياء الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية فلم تمضي دقائق على اتصال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حتى نشرت وكالة الأنباء القطرية خبرا يحرف مضمون هذا الاتصال ففي الاتصال أبدأ أمير قطر رغبته بالجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع وهو الأمر الذي أكده الشيخ عبدالله بن علي الثاني وقال في تغريدة على تويتر إنه سعيد بطلب الشيخ تميم بالجلوس مع ولي العهد السعودي لحل الأزمة الرهنة لكن التحريف القطري حال دون أي حوار ونقاش فقد ادعت وكالة الأنباء القطرية أن الاتصال جاء إثر تنزيق أمريكي أو مبادرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهذا ما استدعى ردا من قبل وزارة الخارجية السعودية التي أوضحت حقيقة ما جرى لافتة إلى أن الاتصال كان بناء على طالب قطر وطلبها للحوار مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وأن ما نشرته وكالة أنباء قطر هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق تحريف ليس الأول من نوعه ففي يوم الخميس الماضي وبعد وقت قصير من إعلان أمير الكويت أن الدوحة أبدت استعدادها لقبول مطالب الدول الأربع رد وزير الخارجية القطري مباشرة واعتبر أن المطالب تمس سيادة قطر وأنها أصبحت من الماضي هذه التقلبات القطرية تعود بنا بالذاكرة إلى قبل سنوات عندما وقعت الدوحة اتفاق الرياض 2013 و2014 الذي سرعان ما نكثت به هذا الاتفاق الذي وقع عليه الأمير تميم خطيا والذي يمنح أحد بنوده دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها وتلك هي الإجراءات نراها اليوم نتيجة السياسة القطرية الهدامة هذه التقلبات القطرية لا يمكن اعتبارها حادثة مفصلة عن واقع الأزمة القطرية ومسارها إنما هي انعكاس لما يزيد على عقدين من الزمان من التأمر والتخطيط ودعم الإرهاب بهدف زعزعة أمن واستغرار المنطقة النظام القطري الآن يحاصر نفسه بنفسه عبر الإتيان بالشيء ونقيضه في آن واحد هذا هو الحصار الذي يدعون ترجمة نانسي قنقر